يسائل عن مذهب وعقيدة هل يفهم من هذا البيت أن الإنسان يصدع ويبين منهجه وعقيدته بدون أن يطلب منه ذلك هذا لا نقول أنه يفهم بل يجب عن الإنسان أن يبين منهجه وعقيدته لأن الذي يتستر بعقيدته ومنهجه يدل على أنه يخفي شيئا أهل السنة ظاهرهم وباطنهم واحد لا يخفون شيئا من عقائدهم بل يظهرون عقائدهم ويبينون مناهجهم وأما طريقة غير أهل السنة والجماعة من الحزبيين ونحوهم فتراه يخفي عقيدته ولا يظهرها إلا لمن يثق به وهذه عقيدة الروافض التقية فتراه لا يبين عقيدته إلا لمن يثق به وعندهم التقية من أصول الدين حتى قالوا من لا تقية له فلا دين له فيجب على الإنسان أن يبين ويصدع بالحق ويبين عقيدته ومنهجه وطريقته وألف كثير من أهل العلم في بيان عقائدهم عقائدهم